محمد هنيدي يتعرض لوعكة صحية وطبيبه قلبه زي الحديد كشف الدكتور علاء ياسر الطبيب المعالج للفنان محمد هنيدي بعد أن مر بوعكة صحية تطلبت نقله إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات والإتمئنان على صحته خاصة أنه كان يعاني من مشكلة في القلب سابقا تفاصيل الحالة الصحية لمحمد هنيدي وأوضح الدكتور علاء ياسر استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية أن محمد هنيدي دخل المستشفى بعد أن شعر ببعض الألم وذلك من أجل الإتمئنان على صحته والعملية الجراحية التي خضع لها منذ عدة سنوات وحرص الدكتور ياسر على طمأنة الجمهور قائلا قلب محمد هنيدي زي الفلي وذلك من خلال التعليقات عبر حسابه للشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وحول التفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد هنيدي أكد أن حالته مستقرة الآن موضحا أنه خضع إلى عملية جراحية في القلب قبل أربع سنوات خضع لعدد من الفحوصات والتحاليل من أجل الإتمئنان على حالته مؤكدا أنها جاءت مطمئنة إلى الأطباء نافيا أن تكون حالته خطرة وكان طبيب محمد هنيدي المعالج كشف عن دخوله المستشفى بعد أن نشر صورة له وهو يجلس على سرير المستشفى بعد أن خضع لفحوصات وتحاليل وأكد أنه تم الإتمئنان على العملية التي خضع لها من قبل محمد هنيدي يتعرض لوعكة صحية ومازح الطبيب محمد هنيدي قائلا أكمن على شرايين التاجية لمحمد هنيدي ألي أسعد الناس بعفويته وتلقائيته وطمنا عيال الدعامات ألي صلحناها قبل كده في ليلة من ليالي رمضان برده من كم سنة ودع الطبيب للفنان محمد هنيدي بالصحة وأن يكون سببا في إسعاد الجمهور قائلا الحمد لله قلبه زي الحديد وربنا يجعله سبب لسعادة الناس في الخير وفور نشر صورة الفنان محمد هنيدي على فراش المرض تداولها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي دعين له بالشفاء العاجل والخروج من تلك المحنة الصحية وغاب الفنان محمد هنيدي عن موسم دراما رمضان 2024 وكانت آخر أعماله في الممرعي البريمو الذي شارك في بطولته الفنانة غادة عادل ودارت أحداثه حول مرعي الذي يعمل في تجارة البطيخ ويتعرض للعدد من المفارقات والمواقف الكوميدية خلال عمله